طب نعمل ايه في يوم عرفة؟ احنا بقى عندنا برنامج ليوم عرفة عشان نوصل لايه؟ نوصل لتحقيق هذي المعاني الخمسة برنامج يوم عرفة ده بنبتدي من أول ساعة في يوم عرفة من أول فجر يوم عرفة فنعمل ايه بقى؟ نبتدي في يوم عرفة كده وهيظهر لكم على الشاشة البرنامج اللي هو برنامج يوم عرفة عشر حاجات من الفجر إلى الشروق نعمل ثلاث حاجات أذكار الصباح والصلاة على حضرة النبي وقراءة أحب الصور إليك يبقى ده من إيه؟ وبعد كده نبتدي إيه؟ من الساعة بعد كده لغاية الساعة عشر تنام بنية أن يعتدل جسدك هتلاقي الكلام ده وتموجود على الصفحة يبقى تاني حاجة يبقى أول حاجة إيه؟ هنعمل أذكار الصباح والصلاة على حضرة النبي وقراءة أول أحب الصورة إليك ليه أحب الصورة إليك؟ عشان تفتح اليوم بالحب تاني حاجة تنام بنية أن يعتدل جسدك لتقوى على العبادة في يوم معرفة بعد كده من الساعة 10 إلى الساعة 11 قراءة التنور نعمل إيه نقرأ نقرأ شرح ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنة وأنا برجح لكم أن تقرأوا إيه الأسماء الثلاثة دي اللطيف والواسع والكريم تقرأ شرح اللطيف والواسع الكريم ليه؟ لأن هذا يوم اللطف ويوم الكرم ويوم الوسع رابح حاجة من الساعة 11 إلى الساعة 12 ورد التفكر في أمرين تقعد كده ساعة تتفكر في أمرين الأمر الأولاني هو إيه؟ حسن تدبير الله لك الأمر الثاني دوام مدده إزاي ربنا بيدبر حالك؟ وإزاي هو مدده لا نقطع عنك؟ من الساعة 12 إلى الساعة 1 لغاية ما يجي سلاة الظهر ورد الخدمة تبحث عن من تخدمه وتعينه وأولى الناس بالخدمة أم أهل بيتك وصلنا سلاة الظهر صلينا الظهر بعد سلاة الظهر من الساعة 1 ونص للساعة 3 ورد جبر الخاطر بقى ابحث عن تسع أشخاص تجبر خاطرهم في التسعين دقيقة دي ولو بالتصالات تليفون تتصل بالناس بالتليفون كده عشان تجبر خاطرهم أو تعمل حاجة أو تبعد رسائل لناس تجبر بخاطرهم ناس أنت كنت مقصر قصرت في حقهم أو ناس محتاجين لجبر الخاطر وإحنا مليانين بجيوش المكتئبين في حياتنا نعمل ده سابع حاجة بقى من الساعة 3 للساعة 4 إلى ربع قد نقرأ جزء من القرآن الكريم وبعد كده نعمل إيه ننام القيلولة بعد إيه إلى العصر إلى صلاة العصر ونصلي العصر ونبتدي رقم 8 من الساعة 5 للساعة 6 نقرأ أذكر المساء بقى ونهلل ونكبر والتهليل والتكبير ده مش بس الأهل عرف والأهل غير عرفة كمان ومن الساعة 6 رقم 9 بقى من الساعة 6 للساعة 7 إلى ربع الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانت لو ملكش سيغة صلاة صلي بيها فمن أفضل الصلوات الصلاة التفرجية عشان تفرج أمومك اللي هي إيه اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ومن الساعة 6 من الساعة 7 إلى ربع إلى صلاة المغرب بقى تبتدى المعاهدات مع الله والتزللات وجزء من هذا الدعاء يكون للغير بظهر الغيب وأنا بحب أن احنا ندعي في يوم عرفة بالدعاء ده نقول إيه يا ربي يا دائم الفضل على فقيرك ومسكينك هذا يوم عرفة وعبدك يرجو منك أن تعرفه عليك معرفة ترفع بها حجبه فتكتب قلبه بحروف جمالك أنك قبلته في ديوان أهل الرضاك ورضوانك وعطفك وحنانك فجبرت خاطره بوعدك له بأنك ستسكنه في حضرة قربك فلا تطرد ولا تبعده بل تسعده بدوام نظرك ومددك لفؤاده الزائب اعترافا بجميل جودك وكرمك وودك اللهم اجعل عرفات يوم ميلاد قلبي في حضرة رضاك ترجمة نانسي قنقر